موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم لرقم فيرس أحببت أن أشارك معكم قالب الأفتر إفكت لهذه المقدمة أولا قبل أن نبدأ أدعوك إلى الاشتراك في القناة كما أعلمكم أنه هناك أكثر من حوالي 30 قالب أفتر إفكت لمقدمات احتلافية جاهزة تستطيع التعديل عليها بكل سهولة وبساطة يا أخي سوف أترك لكم رابط لتحميل هذا القالب الخاص بالأفتر إفكت الذي شاهدته قبل أن أبدأ في الشرح أو في التكلم عن القالب الأمر بسيط وبسيط جدا للغاية لا تحتاج إلى أي تعقيد أو لا تحتاج إلى تكون مهاراتك متقدمة في الأفتر إفكت حتى تستطيع أن تقدم أو تحصل على هذه المقدمة تأتي إلى هنا تضغط عليها مرتين بعد ذلك تضغط مرتين على مرة أخرى تضغط على هكذا تضغط مرتين متتاليتين نضغط تضغط هذه الكلمات تضغط عليها تقوم بتحديدها من الكيبورد تأكد أنه اللغة الفرنسية مثلا إذا كنت تريد أن تكتب الفرنسية بعد ذلك تكتب اسم قناتك أو اسم القناة التي تريد أن تأتي بها بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى اللوغو أضغط مرتين متتاليتين أضغط هكذا وأضغط بهذا الشكل كما يمكنك أن تتحكم في النوع الفونت حجم الخط المسافة بين كل من حرف وحرف المسافة بين السطر والآخر إذا كان تريد أن تكتب مثلا سطرين لتجاهد كيف يقوم بعمل تحديث أوتوماتيكي للإشارة فقط في الوضع الديفولت أو الافتراضي دائما ما تكون فل فقط إجعلها هكذا الجودة قليلة حتى تستطيع أن ترى التغيير الذي حدث معك فقط أغير طريقة العرض إلى أيضا إلى أي ثانية تريد أن يقوم بعمل الرندر من هذا الشريط تحدد إلى أي ثانية مثلا أنا سوف أختار ست ثواني أكثر من كافي بست ثواني ستة خمسة أربعة في حدود هذه الثواني لأن أنه عصر السرعة كما بإمكانك أيضا مثلا أن تقوم بتغيير هذه مثلا إلى تضغط مرتين متتاليتين تجلب اللوغو الذي تريد أن تحصل عليه مثلا خلينا نقول هذا اللوغو تضغط بهذا الشكل تسحب اللوغو إلى فوق الكتابة تضغط على حرف لتتلاعب في أو الحجم الخاص به تضغط على حرف لتغيير أو الوضعية خلينا نختار هكذا بعد ذلك لا تنسى أن تخفي اللاير السفلية الموجود فيها الكلمة الأخرى لتشاهد كيف يقوم بالتحديد أوتوماتيكيا فقط أضغط على لأشاهد النتيجة التي حصلت عليها بعد أن أنتهي من التعديل كل ما علي فعله هو أني أتي إلى بعد ذلك تفتح معي حوار أو صفحة الحوار أختار مكان الحفظ اسم الحفظ وكل هذه الخاصيات سهلة للغاية تتركها على الوضع الافتراضي ليس هناك أي مشكلة فقط خدعة بسيطة عندما تقوم بعمل اضغط على هذا الزر من الكيبورد حتى لا يعطيك بريفيو لما يحدث على البرنامج حتى يستطيع برنامج الافتر افكت أن يقوم بعمل الرندر بشكل أسرع وبكفاءة أعلى يا أصدقائي كان هذا كل شيء في حلقة والموضوع اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح إن وفقت في الشرح فمن الله وحده إن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان كان معكم من خلف المايك لرقم فارس أدعوك إلى الاشتراك في القناة للاستمتاع بشكل أسبوعي قوالب افتر افكت جاهزة مقدمات احتلافية سلايب شو لوغوهات أيضا احتلافية وعش لكل سلسة قرامج الأدوبي السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة